السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم ترتيب فرق الدور الإيطالي وترتيب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم اليوم السبت سبعة وعشرين تمانية متابعين الكرام في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي اليوم كيريمونيسي خسر من تورينو واحد اثنين احرزادة في كيريمونيسي ليوناردو سرينكولا في الديا تمانين هدفية تورينو عن طريق نيكولو فالسيتش في الديا سبعة عشر وانيمانيا راودونيتش العلدي من كروات في الديا خمسة وستين يوفنتوس تعادل امام روما واحد واحد احرز هدف في فنتوس دوشام فلاهوفيتش في الديا الثانية وهدف روما عن طريق اللاعب تامي إبراهام اللي كان بيلاح في تشيلسي في الدور الإنجليزي طبعا موريني يوخده في الروما المهم يعني احرز هدف للتعادل في الديا تسعة وستين ميلان فازت على بولونيا اثنين صفر احرز دفاي ميلان رفايل لياو في الديا واحد وعشرين ووليفيجي رو في الديا تمانية وخمسين وسيبيزيا تعادلت امس اثنين 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 احرز دفاي سيبيزيا باستوني في الديا الثلاثين وزولع من ضرب الجزاء في الديا الثالثة من الوقت بدر الضعف الشرط الاول ودفاي سيصول عن طريق دافيد فاراتيسي في الديا سبعة وعشرين واندريا بنامونتي في الديا خمسين صراحة بحب تدور الإطالي جدا يعني تحس ان انا بستمتع وانا بعلق عليه كده عمتا الجولة الثلاثة بدأت امس الجمعة ستة وعشرين تمانية عفل اثنين وعشرين منزا خسر من اودنيزي واحد اثنين ولاتسي وفاست على انتر ميلان ثلاثة واحد بكرة بإذن الله تعالى الاحد تمانية وعشرين تمانية هيلاز فرنات لعب ام اطلانتا سادرينتان امام سامب دوريا ستة ونصف مسام بتوقيت مصر فيورنتين امام نابولي وليتش امام ايموبولي مواعيد مباريات هذه الجولة الثالثة من الدور الايطالي سوف ارى الفيديو دلوقتي سوف نتعرف على ترتيب فرق الدور الايطالي وترتيب لدفين بعد مباريات اليوم طبعا بحتزر حضراتكم عن التأخير انا الصراحة ببعندي شغل يعني بعمله برا وباجي متأخر للأسف فهو دل ببعن في دوريات كتير بالنغات كل الدوريات ببعن الله على القناة دي وقناة التانية قناة الاخر الخلاص اللي احنا فيها اشترك القناة ما يجب صار raison انا سايبه سالرنتان المركز 13 بنقطة ايمابول المركز 13 مقرر بنقطة سامبدوري المركز 15 بنقطة هيلاز فرون المركز 16 بنقطة بولونيا المركز 17 بنقطة ليتشي المركز 18 بدون نقاط كريمونيسي المركز 19 بدون نقاط واموانزي المركز 20 والأخير بدون نقاط اما بالنسبة لترتيب الهدفين كده في المركز اللاعب دوشان في لهوفيتش اللاعب بيفنتوس عنده ثلاثة اهدف يتساوي معه كفارت سخيليا هو الاسمه كده ما انا عمله طي لاعب نابولي والمركز الثاني ريبيتش لاعب ميلان عنده هدفين ولو ترمارتنيس لاعب انتر ميلان وماركو ارناوتوفيتش لاعب بولونيا وتوماس هينر لاعب هيلاز فرونة وفيكتور وسيمين لاعب نابولي وزولا لاعب سبيسيا بعد ذلك المركز الثالث بهدف واحد اكثر من اللاعب انقول معظمهم خواكين كوريا لاعب الانتر دومنيكو براردي لاعب ساسولو دينزل دونفرز لاعب الانتر جاكومو لاعب فيورنتينا تشالانو غلو اللاعب انتر ميلان لويس البرتو لاعب لاتسيو ليمانيا لاعب تورينو نيكولا لاعب تورينو بيدرو رودريخز لاعب لاتسيو رفايد تلوي لاعب اتالانتا سيو هرناندز لاعب ميلان واكيم مين جاي لاعب نابولي بالنسبة لمتصدر صناعة الاهداف المركز الاول اللاعب يوترزلنسكي لاعب نابولي سنة وهدفين سرشيسوفيتش لاعب لاتسيو المركز سنة وهدف لعب ميلان زانبو انجوسيا لاعب نابولي وشارل دي كي تيلر واكتر من لاعب شيرو شيرو مبيل طبعا لاعب لاتسيو كان الهدف سنة من السنين دينزل دونفرز لاعب انتر ميلان ادنزيكو لاعب انتر ميلان جيانالوكا كابريري لاعب مونزا ويواكيم مهل للاعب اتالانتا ولورنزو بلغريني لاعب روما باولو ديبالا لاعب روما باولو ديبالا لاعب لاتسيو وارفين ليهو لاعب ميلان ورميل لوكاكو لاعب انتر ميلان القادم من تشيلسي الانجليزي وستانيسلاف لوبوتوكا لاعب نابولي وبستوني طبعا لاعب سبيزيا اشتركوا في القناة على زر الجرس املاقي الفيديو وكان معكم محمد نوردين بعد ازرع الاخير وعلى الاطالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته